السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكا حبيبيا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير من يبدأ الفيديو بتاعنا بصرا سيدنا محمد وعليالي والصحبية اجمعين بنرضى مع بعض كده حقول لكم شوية ايه لا اولا اسمي ناجي يا ربكونا تكون بتعجبكم بتاستفادوا منها حقول لكم نادة ان شاء الله باذن الله زي بالف جين جيبي خزين البيت هنجيب الاساسيات البيت كلها بالف جيني بس البنات الصغرين لسا مجاوزين او اي حد يعني مش عارفين ايه مازانيته اول حاجة تفكر فيها او ايه حاجة تجيبيها ان انت الحاجات اللي انا هقولها دوقت هتجيبي وراء وقلم هتكتبي وراء كل حاجة انا بقولها وهتخذي الورقة دي وانت نازلة كل اول شهر تجيبي الحاجات اللي فيها بالزبط مش مش بالزبط يعني انت بيتغيرها لحسب ايه حاجات انت بتاكلوها بس هي كلها حاجات انت مفود تبقى في بيتك خزين في بيتك هيستر بيتك لاخر الشهر اللي خزينة وسط البيت دي الحاجات اللي بتبقى تملى بيتك بالخير بجد وحتى لو انتش ما عندكيش اكل في البيت حتطلعي منهم هتعملي منهم اكل تمام اول حاجة حنقول لكم بقى ايه كده ان شاء الله مع بعض اول حاجة حنجيب مسلا اا اا في الاسيات او الحاجات اللي احنا بنعمل لازم طبعا نكون الرز والمكرونة فاول حاجة حنجيب اربعة كيلو رز تمام بكامل اربعة كيلو رز والرز دولش عامل مسلا اا سبعة عشرين جنيه حنجيب الاربعة كيلو قلنا رز بسبعة عشرين جنيه كيلو مسلا دلوقتي وحنجيب اللي هو السايب طبع عشان يبقى ارخص شوية مش هازم نجيب طبعا اللي هو الكيس في الفترة دي حنجيب السايب بارخص حنجيب سبعة عشرين الكيلو سبعة عشر هنجيب اربعة كيلو هيعمله معانا مية وتمانية جنيه حنجيب السايبة طبعا مش لازم نحن نجيب كياس طبعا الكيس اللي هو كيلو بتلاتين وبتنين وتلاتين او بتمانية عشرين حتى لا يعني هنجيب السايبة او لو في مسلا حاجة اا كياس بس هتجيب الكيلو على بعضه عشان خاطر ايه اا يبقى الكيلو على بعضه بيبقى افر كتير ما تجيبش اللي هو ربعمائة جرام تلتمية جرام ده يعني الكيس مش هعمل معاكي حاجة هيبوظف الميزانية اصلا بتاعتني فهنجيب اللي هو السايب مثلا الكيلو للمكرونة السايبة باتنين والعشرين جنيه هتجيب باتنين والعشرين جنيه اا او هتجيب ايه لو خلادت كياس الرخيصة مثلا ببعلا 20 voor 25 او غاية 25 تمام اكتر من كده لا هنجيب السايب حنجيب ال 4 كيلو ماكرونا بالتنين وعشرين جنيه في experientialcore 22 جنيه في 4 كيلو بتمانية وتمانين جنيه ده للمكرونة تمام? هتجيب ايه تاني اكتبه وراه وقلم اكتبه وراه اشتنزل اجيبوا الحاجات دي كده زي ما هي كل اول شهر تمام بعد كده هتجيب تلاتة كيلو من دقيق طبعا البيت زي ما قلنا كتير البيت اللي في دقيق مفهوش دقيق لان دقيق انت ما عندكش عايش هتقومي تغدي كوب بيتين تعمليو شوية عايش ما عندكش حاجة تكليها هتقومي تعملي فطرتين وهتتغدو ميما هتتجيبنا اجي ما عندك او شوية عاصل اه فحتاكلوه احدا من فطرتين حتاكلوهم او حتى لو عندكش حتتجيبنا اجي ما شوية عاصل هتحشون شوية جبنة عندك وحتى هيبقى كده غدا يوم اي حاجة عندك باقي تلاجة هتحشيها بيهم وتعمليها ايه فطرت كده محشي باي حاجة فتجيب بيبقى حلو جدا في البيت تمام حتعملي شوية تقريش في الفطر وفي العشر هتعملي شوية خلية النحل هتعملي سنيتين كيكا هتفعوكي بحق تحلية هتفعوكي برضو فطر وغدا فطر وعشر فالدقيق بيدخل في حاجات كجيرة جدا لما تستغنيش عن الدي لو ديرت الزوجة عن الثلاثة كيلو دول زوجة عن الثلاثة كيلو بس انا كتبالك بايه الناس اللي مش هستغبز بقى في الحرف والسيف وكده فايه كتبالك تلاتة كيلو نحاول اعقد منها ده نحن هنعمل بيه شوية معجنات بقى شوية فطر اي حاجة منجي هتنفعك في الفطر وفي العشر تمامي بحنجيب تلاتة كيلو من الدقيق بكام الكيلو مثلا بطمطرش الجيل هنجيب السايب لان دلوقتي الكياس بيبقى عاملة مثلا في حدود عشرين اتنين وعشرين وفي اما فوق يعني فاني هنجيب السايب برضو نحاول المرشي بقى فترة جيب الحاجات السايبة ده من السايب ارخص ونكون مجربين حد مسلا من ايه من اللي حوالينا اللي هم اللي علفين اللي حوالينا كده يكون بيبيع الحاجة دي كويسة يعني تكون يعني يجربت منه في حاجة بسيطة تجيبي مسلا ربع او اي حاجة من الحاجات اللي دي واجربي لو ما تكون يعرف حد انه كويس يعني او معروف في المطق عند جنيده كويس بيبيع حاجات كويسة فتوكلي على الله وهاتي منه هنجيب ثلاثة كيلو دقيق الكيلو بطماطراشر جني في ثلاثة كيلو باربعة وخمسين جني تمام هنجيب ايه تاني هنجيب ربع شاي بـ 55 جنيه. нوع العروسه الورد اى نوع شاي خمسة وخمسين جيني مسلا آآ يعني ده المتوسط هنجيب ازاستين بمية وعشرة هنجيب كسين سكر بستين جيني آآ النسل عندها تومين وبتستكفي بتستكفي بالتومين بتاعها لو انت عندك تومين بتستكفي بالتومين بتاعك فهتشيط بقى المية وسبعين جيني دول وتدخلينه في اي حاجة تانية انت محتاجها في البيت تمام آآ لو انت بقى عندك تومين وعازة تزوجي مسلا حتزوجي ازازة زيت وكس سكر لو انت مش عازة تزوج كتير يعني عندك تومين وعازة تزوجي فاتوك على هاتي ازا ستين زيت وكسين السكر ده. تمام? آآ فهتنجيب بعد كده نص فول تدميس. بعشرين جنيه. تمام? جينا بقى قد بقى لكم الاساسيات عشان الناس اللي ما عنداش تموين. عايزة تزاودي الزيت والسكر. شوفي بقى انش تقدر تستغني عن ايه من الحاجات اللي انا كتبقى جي كلها. وتزاودي بها الزيت والسكر او حتى تزاودي بقى فلوس من عندك شان تزاودي الزيت والسكر. بس انا عملكو جهة بقى على الاساس ان هي تبقى بقى الف جني للخزين آآ كله. تمام? هتجيب بقى نص فول تدميس بعشرين جنيه ونص فول ما نشهوش بعشرين جنيه. تمام? دول هينفوكي طبعا كتير جدا هتعمليهم آآ تعمليهم يعني تحطي تعملي فول تدميسي وتحطي في كاس في الفريزة هروفر معك كتير طول الشهر هكافيك الشهر كله اوه. احنا بنحط على الفول احنا بندمسه آآ مع علاقتين من الرز مع علاقتين من العطس الاصفر مع طمط مية مع الحاجات دي كلها اللي عندك شوية غلت بالليلة هتحطيهم وهتلاقي النص كي يدعمل معك كمية حلوة جدا وهتحط شيها في الفريزة. طبعا محدش بيأكل كل يوم فول وفلافل. احنا بنطلعين مسلا يومين في الاسبوع تلاتة في الاسبوع اربعة في الاسبوع خمسة في الاسبوع هيكافي معك ان شاء الله. طلعين الصدقة بتاعتنا اول حاجة طبعا نستطيع لهاك الصدقة. معناك صمانة من صدقة الصدقة بتبقى بارك في الفلوس وبتردلك اضعف اضعف مضعفة. عشر اضعف مضعفة وللها طبعا ايه? ومن زادة زاد الله علي. فطلعي الصدقة بتاعتك حتى لو بجني. تمام? اي حاجة طلعي. حتى راح تطلعي صدقة للعامل اللي في الشخص زمان طولك قبل كده. ازازة اتميل اي حد العامل اللي هو بينضى في الشارع. اي حاجة من جهة هتطلعيها وتطلعي كمان ايه? اي صدقة اي حاجة. افضل صدقة صدقة طبعا الطعام وصاقية الماء. مشي? ولو طلعت فلوس خلو باركة طبعا. تمام? هتطلعي القدم هتطلعي هتتردلك بازن الله. تمام? يبقى احنا مطلعين صدقة بتاعتنا يا ربنا حتبرك لنا ايه في كل شيء ونوضع بتاعنا اللي هو مرزقنا ببركة. في كل شيء ارزاقتنا بيه ومع كل باركة بركتين. بتنسوش بقى لو لسه مشتركتوش في القناة تشارفوني بالاشتراك في القناة. وضعتو على زر الجرس على كل عشان صاركوا كل حاجة جدا بنزلها. متنسوش بقى التعليق حلو منكم كده. اه ومتنسوش اللايك. برحب بحبيبي الجداد اللي اشتراكوا عندي في القناة. نورتو القناة وشرفتوني. وبرحب بحبيبي القدامي اللي معي من القناة دايما مشرفيني ومنورين القناة دايما كده. تمام? متنسوش التعليق يا جماعة. ونصلي على رسالنا الكريم كده على افضلات والسلام ونكمل. هنقول برضو هنجيب برضو الفول اللي ما تشوش اللي هنعمل منه فلافل. هنعمل فلافل في البيت. الناس اللي بتقول لك بقى انا الزيت مثلا على القد ومش عايزة فلافل تشرب مني زيت ممكن تشيلي. ممكن تشيل بندل الفول اللي ما تشوش ده وتجيب الكيلو كل فل التدميس. وبرضو عشان الفلافل ما تشربش منك زيت يا جماعة. اه ما تحطيش الخضرة كتير. الخضرة كتير هي بتخلي الفلافل تشرب معك زيت. تمام? ما تكترش الخضرة خالص من ناحية. من ناحية تاني ما تحطيش الباكينج باودر. اه وانت بتعمليها متحطي فيها الباكينج باودر نحطيها في الفريزر. بخلافة تشرب زيت كتير. فانت تطلعيها حطيها عايز تحطي طواب الحطي. عايز تحطي طواب لما تطلعها تمام بس الباكينج باودر حطيه بعد ما اطلعها قبل ما تقلي على طول. حطي رشة من الباكينج باودر واضربيها كده وبتجي اقلي. مش هتشرب معك ان شاء الله زيت كتير. تمام? اه بعد كده ممكن تعمليها على الفكرة تخليها مثلا احنا كلنا بنقلي في الزيت. صح بتقلي بطاطس بتقلي كزا حاجة في بتاريك يعني ممكن كل يوم نقلي بطاطس. فانت قالتش في الطاصة دي مثلا تهاتة اربع مرات زيت. وقالليك بقى كم كس في الفريزر كده فلافل. وقت متلقى نفسك خلاص الزيت ده انت مش محتاجة. خلاص انت قالتش فيه مش محتاجة خلاص فارروح مطلعه كس من الفلافل كده وقلي فيه بقى كده كده كنت عتستغني عن الزيت ده. فقلي فيه بقى الفلافل كده وبعد كده ايه اتخلاصي منه او هتقلي فيه مرة سمك كمان او حاجة من دي. تمان? نحاول نوفر على قد ما نقدر في البند برضو ايه الزيت. يعني بقول لك افكار وانتش تشوف الفكرة تريحك وتعميه. تمام بحنجيب ربع فول ما تشوش بكام بعشرين جن. آآ بعد كده هنجيب كرتونة بيد كرتون بيد يعني اكابلكم اساسيات بتاعت الغدا وبتاعت البرد الفطار. الاساسيات برضو من اساسيات الفطار الكرتونة البيضة. الكرتونة البيضة البيضة طبعا فيه فوائد كبيرة جدا يمكن يعني البيضة الواحدة فيها كل الفوائد اللي جسمك محتاجها كلها تمام? فانتش لو حتى لو عندك اطفال فالبيض مفيد جدا ليهم. فانتش هتعمل لي مقاتش هجيب كرتونة البيضة بكرتونة البيضة بمية وخمسين جني. انتش مش لازم تروح تجيبها يعني انتش حاولي بقى معانيش تعمل نفسك شوية. مش اي سوبر ماركت يقبلك قريب منك تروح يراحك تدخل الكرتونة البيضة جابعة منه بمية وخمسة وستين جني. وكلام من ده. لأ احنا هنشوف كده ناخد لنا جولة كده في الاماكن اللي حوالينا. وحاولي تجيب البيض من حد بيكون بيبيع بيت بس. ده بيبقى البيض عنده رخيص كتير مش اقول لك رخيص شوية. يعني انا سألت عن سوبر ماركت جنبي. لقيت البيض بمية وخمسة وستين. اما روحت الراجل اللي هو بيبيع بيت بس. فهلقيت البيضة عنده اللي عشرة بخمسة وخمسين جني. اللي عشرة بخمسين جني. يعني اللي كرتونة بمية وخمسين جني. تمام? وطبع انت مفروض اما بشتري الكرتونة عبعضها المفروض ان هو بيقللك في السعر شوية. بس مش كله بيعان كده دلوقتي. تمام? فانت كرتونة البيض هنجيبها بمية وخمسين جني. وانتب نفسنا شوية ان احنا هندور على حد بيباع بخمسة بعد كده هنجيب التوابل هنجيب توابل بكام? هنجيب توابل بتلاتين جني. هيكفو بتلاتين جني ان شاء الله. وحن طالع لنسا دقة بتاعتنا باذن الله وربنا يبارك فيهم. تمام? هنجيب توابل بتلاتين جني. ممكن تجيب خمسة جني من كل حاجة وعشان توفري ببندة توابل. ما تشتريش من فتح الله التوابل بتاعتك. اشتريها من اي علف عندك في السوق. السوق اللي جنبك العادي ده خالص. اشتري من اي العليف لو تشوب خمسة جنيه من كل حاجة ان شاء الله هيديكي وهيبقى كميته احلى من هتجيبها من فتح الله بمراحل ايام تمام هنجيب الملح وخميرة باسم باكينج باودر وفانيليا بعشرين جنيه هنجيب باكتتين من كل حاجة كده هنخليوه عندنا في البيت عشان احنا معنا الدقيق فلازم ايه يكون معنا مسلا الباكينج باودر والفانيليا والخميرة والحاجات اللي هنشتغل بها في الدقيق بتاع نا ده عشان لو عملنا سنيتين كيك عملنا اي معجنات للفطر وفي العاشر بالحاجات اللي بتوفر جدا 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 حكاية ان انت يبقى عندك معجنات في البيت ان يبقى عندك علبة على الرخامة كده موجود فيها على طول نوع من انواع المعجنات ده بيوفر عليك في بند الفطر وفي العاشر من اساسيات الفطر وفي العاشر اللي يبقى عندك علبة على الرخامة فيها شوية معجنات هتوفر ما هيكي كتير جدا في بند الفطر وفي العشاء. تمام? بعد كده هنجيب ايه تاني? هنجيب مسلا كيلو قريش برضو من اساسيات الفطار. احنا قلنا ايه? آآ الفول والفلافل وكرتونة البيض. برضو من اساسيات الفطار برضو الاريش. هنجيب كيلو قريش بسبعين جنيه. دول اساسيات الفطار. انا عندي الحاجات دي في الفطار فانا كده يعني حتى زي ما قولوا كده ايه بطني بطي خصيفي. مش هشي الهم الفطار. طبعا في حاجات تانية بتجاب جنب الفطار طبعا علبة جبنة او جبنة سايبر. او جبنة تركي او جبنة لها العيلة او جبنة اي نوع عجب ان انت بتحبيه. آآ تركي بقى جبنة بدأ اي نوع. بس الحاجات دي بتبقى كامليات مش مش اساسيات. للمزينات اللي هي مثلا تسمح ان ايه تدخل الحاجات دي لانشون جبنة تركي وهاتي ودخلي وقاكلي بيتك وعايشوهم في خيرك وفي خير بابا واكلي متحرم همش يعني متبخليش قدم انشي معينك ما تبخليش. آآ هاتي اللي هما نفسهم فيه. آآ طبعا بكميات معقولة من غير ايه اسراف يعني. تمام? آآ من النسبة اللي ما زيناتها ما تسمحش ان ايه تدخل الحاجات دي يبقى احنا هنجيب الاساسيات اللي هي ايه الكارتونة البيت او اي ان كان كمية البيت اللي هتجيبيها الفول الفلافل اللي جبنة قريش. دي الاساسيات اللي تقع موجودة حتستر التلاجة بتاعتي وبنين مفتح التلاجة حس ان انا التلاجة بتاعتي فيها اكل تمام? بعد كده هنجيب ايه تاني بعد كده قلنا القريش بعد كده هنجيب آآ بيكوليات. البقليات برضو من حاجته اتبقى حلوة جدا لأينشي مس الان هتجيبه مسلا انا كاباك ستين بيكوليات ستين جيني هتجيبه مسلا بعشرين جيني عطصة اصفر او بعشرين جين فاصولية هتجيبي من عشرين جيني اي نورة من المقليات اللي انت بتحبيه. آآ او انت جيب مسلا بعشان جيلي تانية عطسة آآ بجبة. عشان اعملتش شوية آآ كشري. دي من الاساسيات اللي عندك آآ اللي في البيت. دي كلها انا قولتها دي من الاساسيات البيت لي. لان مثلا دولتش نجدع عندك شوية اآة اصفر. وعندك شوية رز. هتعمل لي هتعمل شوية كشري اصفر. وحتعمل عندك البيض. هتعمل شوية بيد جمبه بيد مضحرك كده او اي حاجة. وحاتبقى عمالتي لغداء بتاعيك كده واوما كالفتش نفسك حاجز برضو ان عندك شوية فصولية بيده الفصولية كلها بروتين مش بحتاجة تح beforehand حتبقى عندك شوية رز better 2 بعد المكان يمكن ان تكون عتص ihre صوية رز بشعريه بذلك مع شويةفصولية بيده والفصولية ليت القول فصولية عليها كلها بروتين فانتش عملش غده من شوية فصولية وشوية رز و عندك شوية مجتمع ده اوو شوية مسلاصة بالتلاجة في firms او عندك تماطم في التلاجة من الخدور اللي جميع من السوق هتعملي احلى غدا وحتعملي اكل كمان حلو جدا. مع شوية مخالة اللي عاملنهم في البيت هيوفر معك كتير مخالة اللي ما تعمليه في البيت. كده هعملش اكلة. تمام? من غير ما برضو ايه ما تصري في حاجة. آآ عندك مسلا شوية شعرية على شوية رز على شوية مكارونا. وعندك شوية عدس جبنة جابين بقى شوية عدس بجبة زي ما قلتلكم هنعمل شوية كشري مصري. ومع شوية برضو دقة كده وشوية صلصة هتبقى اكلة حلوة جدا ولاد كلام بيحبوها. تمام? ممكن برضو اليوم اللي هتعملي فيه. اليوم اللي هتدمسي فيه الفول هتعملي فلافل على الفكرة متن ممكن تحولي منهم لغدوة. يعني جي ممكن تعمليه وتحطي في الكياس وتشيل منهم حبة من الفول وحبة من الفلافل وتعملي منها غدو مع شوية بطاطس محمرة مع قليتي بننجنتين مع شوية فلفل المالية عملت غدا. الحاجة جي ما بتعملت من يومها بتبقى لها طعم خاص غير لم بتحطي فيرزل وتطلعيها وتغجي منها. فانت كده بتعمليها يوميا. بتبقى لحيتة حلوة جدا فول بيبقى ريحت ومال البيت كده. فبالترحي وغدا منهم وعاملة منهم غدا. ممكن تعمل شوية فول بالطماطم شوية فول عاديين كده باللمون والزيت. اي بقى انواع الفول اللي انت بتحبوها شوية فول بالطحين اي حاجة. مع شوية الفلفل هتقليهم بقى كده. حطهم شوية سمسم علوشة عشان تدلعيهم. وعملت شوية بطاطس محمرة جنبهم مع كيب دنجنتين قلتيهم او شوية بطاطس مسلوقة او مهروسة. اي حاجة عندك هتبقى عملش غدا. ما تعملي اليوم ده كده. الفول والفلفل تحوليهم ليواجبت غدا. كده عملنا من الغدا من الفطار كمان. ممكن تعملي برضو من الغدا اللي احنا جابينه البيت بتعمليه شوية طبقة شكشوكة. مع شوية بدنجان او شوية مسقعة. مع شوية بطاطس محمرة. الاكلة حلوة جدا طبعا. تمام? فالخزين ده بيستر بيتك ازاي? بيستر بيتك ان انت بيبقى اي حاجة انت ايما ما عندكيش اليوم ده حاجة اه لحوم او ما عندكيش حاجة تعمليها. هتطلعي من هتطلعي منهم هتعملي ستين اي حاجة. الجبن قريش ممكن تدخل غدا برضو. لان الجبن القريش برضو بتبقى حلوة جدا في الغد ممكن تقطعها على شوية كبوتشي مع شوية طماطم. عندك خيارة اطعيها عليهم ولا حاجة. وحمر شوية جنبها شوية بطاطس ما فيش احلى من كده. هتبقى اكلة حلوة جدا. والسيف اصلا مش عايز طبيخة جد تقيلة. عايز حاجات خفيفة من دي. ممكن عندك بطيخة هتعملي جماعة شوية جبن قريش وهتبقى ايه? اتغدته منها حاجة جدا حلوة وسريعة في في الحر ده. تمام? فالحاجات دي جد حتمنالك بيتك ان شاء الله بالخير فعلا. طول ما انت عندك الحاجات دي كلها جاباها على بعدها اول الشهر. فانت مش هتشيلي هام بقى الافطار ولا ولا عشاء ولا غدا ولا اي حاجة. تمام? طبعا لازم هندخل بند اللحوم بس انا كابل جديد الحاجات الاساسية اللي هتجي بيها. واللحوم بينما احنا عمليلها مزيناتها لوحدها. تمام? برضو هنجيب ايه تاني معنا? هنجيب برضو لبن بودرة. لبن بودرة هنجيب بخمسون جني لبن بودرة. لبن ده هنعمل بي ايا ناديا. احنا هنعمل اهاقل لك. احنا جايبين اي ايه. تمام? احنا احنا مش بدخلين هنا اللبن العادي. لان اللبن العادي مش من الاساسات. لان في ناس كتيرة ما بتشربش اللبن. او ما بتعمل شربش شاي باللبن. او ما بدخلش اللبن. غيلة ما تكونında هتعمل باللبن. هتعمل بشامل حاجة من دي. فاحنا اكبب ambassadors بخمسين خمسين جيني لبن بودرة. هنعمل ايه بالخمسين جيني لبن بودرة دول? اه طولكو احنا معنا دقيق. عملنا شوية معجنات. هاخد معلقة من اللبن بودرة ده. هعمل منه المعجنات بتاعتي. بنغير ما اجيب لبن سيء بالغالي. وحطه منه كوباة ولا كوبايتين على المعجنات بتاعتي عشان اعنجن بيه. تمام? اه ممكن عفاك يتشرب بينه الشاي بلبن عادي. برضو هنجيب سجلنا جايب يا نوع قوي? دسمو كويس. عندي لبن بودرة وعايز ععمل آآ شايط مكارونة بباشامل. لانا جايب لو مكارونا قلم وعندي دقيقة وعايز ععمل مكارونة بباشامل. آآ هعمل ايه? هلوحوا اخض بانه كم علاقة كده من اللبن البودرة الناه جايبها وحعمل مكارونة بباشامل. برضو من الحاجات الوحطى باقي حلوة جدا وحطوفر معاك في بند اللبن كتير. تمام فجي من الحاجات اللي حتوفر معاك كتير قوي اللبن البودرة من الحاجات بتوفر معاك كتير جدا بس مش هزا نحط منه كميات بقى ايه كبيرة على قد منقدر ايه اني انا اقتصد فيه برضو عشان نكفي معينا على قد منقدر تمام كل اقام Brahov عملنا تسعمية خمسة وتمانين جني تسعمية خمسة وتمانين جني معانا بقى خمساشر جنوا��ين دول هنجيب بمتاح شد един حقول لك من ellas فروق اسعور yea مثلا انا ان عندى اك��ğlيا خصوك يا سفحتكشة تزوجي دقة عندك اغلى من عندي ازيت عندك اغلى من قبل تجربين ادع unconscious خمساشر جين دول حيبقى فروق اسعور. طب لو انا نادي الفروق عن الاسعار عندي زي ما هي عندك كده بالزبط هنعمل ايه? هتخذي خمساشر جين دول و هنزود بهم التوابل بند التوابل بتاعنا. تمام? او نجيب بهم ازلزة خلي فانت بقى الخمساشر جين دول ما اجودين معك شوف انت اللي محتاجهم و هنزود بهم اي حاجة انت عايزة تزوديها. تمام? آآ يا ربي كده المزانية تكون عجبتكم النهاردة واستفدتم منها. ويا ربي الفيديو يكون عجبتكم النهاردة. واكتبولي بقى في التعليقات انتو عايزين اعملكو فيديوهات الفترة الجاية او نتكلم عن ايه بالزبط يعني او عايزين بتقسيمة مزانية او عايزين ايه بالزبط. اكتبولي في التعليقات. متسنسوش التعليق حلو منكم واللايك. واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.